بسم الله ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن انواع انظمة التقريض المستخدمة داخل برنامج الايكو دايل لو احنا فتحنا اي مشروع دخلنا على الترانسفورمر مثلا الخاص بهذا المشروع هنشوف البرامترز الخاصة بهذا الترانسفورمر هنلاقي في ايكون مهمة جدا مكتوب عليها ده تقريض خاص بالمحول هنلاقي هنا في عندي اربع اختيارات يا اما نظام الـ TNC يا اما نظام الـ TNS او نظام التـT او نظام الـ IT فاحنا دلوقتي عندنا اربع انظمة يبقى نحفظ تاني انواع انظمة التقريض الـ TNC الـ TNS التـT الـ IT في واحد يسألني يا باشمهندس انا ما عرفش ايه انظمة التقريض دي زي ما تعودنا دايما داخل البرنامج لو لقينا علامة استفهام ده هيبقى شرح من شنيدر لهذا الجزء كليك على الجزء ده هيوديني لي الـ Types of System Earthsing انواع انظمة التقريض الاربعة المستخدمة زي ما هنبدأ نشوف الانواع الاربعة هي ايه بالتفصيل الـ TNS System زي ما احنا شايفين هنا في الرسم ادي عندي الترانسفورمر وفي عندي Airs Bit واحدة بس الطرف هيروح للارض بـ Airs Bit واحدة اللي هي RB طيب في التوصيلة اللي هي TNS ايه اللي بيحصل يا شباب الـ Neutral بيتوصل بالارضي الـ Neutral بيتوصل بالـ Airs اللي انا شايف هنا انا طرف الـ Neutral اهو بامشي معاه بوصله بالـ Airs طيب الـ Exposed Conductive Parts اللي هي الاجزاء الموصلة المكشوفة او من جسم المعدة انا باخد طرف وبوصله لمين؟ ليه؟ الـ Neutral يبقى انا بوصل لو انا بوصل ده الـ Load الحمل بتاعي بوصل الـ Neutral على الـ Neutral الخاص بـ المحول او الخاص بـ جزء التوصيل وباخد الـ Neutral ده بوصله على الارضي وجسم المكنة او جسم المعدة يا شباب بوصله بالـ Potential Airsing الخاص بـ نظام التقريض او باللوحة الموجودة اللي انا بوصل عليها تمام؟ اطراف المعدة دي يبقى انا هنا عندي النوع الاول TNS وعرفنا TNS بيتوصل ازاي؟ طيب الـ TNC الـ TNC بيبقى شباب في عندي اتنين Airs Bit في عندي طرفين للتقريض زي هنا RA و RB طيب بتبقى التوصيله ازاي؟ لو انت ملاحظ هنا اللوحة كانت خمس اطراف الـ 1 الـ 2 الـ 3 والـ Neutral والـ Potential Airsing هنا في عندي اربع اطراف فقط الـ 1 الـ 2 الـ 3 Potential Airsing Neutral في طرف كده اسمه Potential Airsing Neutral ده طرف واحد تمام؟ هوصل الـ Potential Airsing Neutral ده بوصله بـ Airs Bit بقضيب تقريض او موصل تقريض اللي هو عند الـ RA ايه؟ وبوصل وبوصل الـ BEN برضو في عندي بـ الـ RB طيب هو عمل ايه هنا شباب؟ هو وصل الـ BEN وصلها بـ Airs Bit RA ووصلها بـ Airs Bit بس النوع ده النوع ده مش مستخدم في المواقع اللي بيبقى فيها ايه؟ ريسك وفاير اور اكسيبلوجين الحاجات اللي فيها احتمال يكون فيه ريسك من الفاير او الانفجارات بيبقى النوع ده تمام؟ مش مسموح به يبقى انا غالبا بستخدم النوع اللي هو الـ TNS طيب لو انا عايز اشوف النظام التالت اللي هو التي تي التي تي التي تي يا شباب بيبقى موصل الـ Neutral بالـ Airs مباشرة الـ Neutral موصله بالـ Airs بـ Airs Bit اللي هي RB والـ Exposed Conductive Parts بيوصلها بالـ Airs اللي هي الاجزاء الموصلة المكشوفة زي ما قلنا بيوصلها بالـ BE وبيعمل Airs Bit ايه؟ تانية وبيوصل هنا جسم المعدة او المكنة بالـ BE وبياخد الـ Neutral مباشرة يحطه على Airs Bit مستقل النوع الثالث النوع الرابع عفوا الـ IT بيبقى الـ Neutral واصل على Isolated or Embedent الـ Neutral هنا تمام؟ واصل مباشرة الـ Neutral Isolated أما الجزء المكشوف بيبقى هو اللي واصل بالأرض الـ BE هنا وموصله ببقر أرضي عند الـ Airs Bit اللي هي RB تمام؟ الـ Neutral is not distributed هنا الـ Neutral مش موزع النظام الـ IT لو انت عايز تعرف معلومات اكتر عن انظمة التقريض طبعا هنا بتدخل تعمل كليك على More Information بيفتح لك السايت ده سايت خاص بـ Schneider Electric بيشرح لك كل التفاصيل الموجودة عندك اللي انت ممكن تسأل عنها ادي الـ Content بتاع الـ Earsing Schedule أو Scheme تمام؟ في عندك الـ Earsing Conditions في الـ Definition of Earsing Scheme الـ Characteristics الخاصة بالـ TT والـ TN والـ IT لو احنا بدأنا نفتح الحاجات دي بالتفصيل تمام؟ هنبدأ نشوف هنا هو بيحسب ازاي التقريض وعملات التقريض والـ Number of Roads بالتفصيل بيختار الردات وأطولها بناء على ايه؟ وأنواع التوصيلة مثلا هنا هو بيختار محول عمل المحول TNS لا في محول هنا انا اخترته IT في محول تاني هنا اخترته بالوضع الفلاني تمام؟ فيبقى لازم انا اقرأ الكلام ده بالتفصيل على اساس اعرف ايه الاسس الخاصة بعملية الـ Design في التقريض طبعا هنا بيبدأ يشرح الـ TT System بالتفصيل يا شباب بيبدأ هنا الـ TNS تمام؟ او الـ TN ويقسمها TNS وTNC بعد كده بيشرح بالتفصيل تمام؟ الـ IT System يبقى انا دلوقتي دخلت على الإيكو دايل تمام؟ ودخلت على Type of Earth Type of System لقيت عندي اربع انواع TNC TNS TTT IT انا مش عارف ايه الانواع المختلفة عملتك لك جاب لي الشرح الخاص بالبرنامج في عندي اربع انواع اللي هو الـ TNC والـ TNS والـ TT والـ IT لو عايز معلومات اكتر بتلك على كمام؟ وبيجيب لي الـ Data الخاصة بالتقريض بالتفصيل طبعا احنا كان في فيديو رفعناه قبل كده بيتكلم عن بيتكلم عن الـ AirSync System الناس تراجعوا موجود على اليوتيوب والتصميم بيتم ازاي؟ وشوفنا الانواع المختلفة اللي هي الـ TT وبتستخدم فين؟ مثلا في شبكات التوزيع الهوائية والمنشآت ذات توسع الدائم الـ TN وبتنقسم الى TNC وTNS تمام؟ وشوفنا بعد كده الـ IT والتصميم بتاعه تمام؟ وقلنا في اول المحاضرة معنى الحروف الـ TT والـ IT يا شباب الـ TT او الـ IT او الـ TN هي عبارة عن حرفين الحرف الاول بيرمز لو كان الحرف الاول ليه احتمالين يا إما T يا إما I الحرف الاول بيرمز لطريقة التوصيل بين الـ Neutral اللي هو نقطة التعادل ومأخذ الأرض اللي هو القرس بيت اللي احنا بنوصل عليه لو كان التوصيل ده مباشر بيبقى حرف الـ T لو كان غير مباشر او معزول بيبقى حرف الـ I الحرف التاني بيعبر عن طريق التوصيل اجزاء المعدة اللي هي المكناة بتاعتي او المعدة بتاعتي في المنشآة مع الـ R لو كان التوصيل مباشر بياخد برضو حرف T ولو كان التوصيل غير مباشر بياخد حرف الـ N يبقى T في الحالتين معناها توصيل مباشر بس خلي بالك الحرف الاولاني طريقة التوصيل بين الـ Neutral والـ AirSync او مأخذ التقريض اما الحرف التاني بيعبر عن طريقة توصيل الاجزاء المعدنية الخاصة بالاحمال او بالمنشآة مع الطرف الخاص بالارض وان شاء الله كده يبقى احنا غطينا الجزء الخاص بالتقريض داخل برنامج الـ EcoDial وان شاء الله نكمل في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته